السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جيناكم بفيديو باتش نوت جديد 8.10 الباتش نوت هذا في تعديلات الجنجل الجديدة والباونتيز هذا اللي هو ضروري فيها صراحة الباتش الجاي هو اللي في تعديلات حقه الادسيز اللي هوان لواحد زي يعني ما بلعب بس ادسي انتظرها بفارغ الصبر وباشوف يشتع تيرا على الجامع في كل الحالة الـ Change Champions Cion الـ E صحيح انه يعني هو هو سواله نيرف وبف نفس الوقت إذا تبطال فيها من منطلق دامج بالنسبة لـ Cion لحاله E و Cion نقص الدامج اولا هو باسهلث حقه نقص 10 بر 5 و 8 يعني كل دقيقة 14 مرحبا اقل من Auto Attack ما هو مرة كبيرة للـ Change هذا النيرف هذا الـ E نقصها 60 من 70 إلى 65 نهاية الـ 205 يعني 5 في كل هذا الـ Ability Power Ration و حقتها زادت يعني انه يرحت اي بي 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 كثير الاول وهذا برضو نرف بسيط على الدامج الارمن ريدكشن 20 على البرايميل تاركت 20 والارمن ريدكشن دوريشن اربع سواني هذا اللي خلاه يشوف يعني نرف على الدامج وفع على في ميد جيم وليت جيم لما نسوي الاي حقته على منين ويضرب اكثر من واحد 20% يزيله 20% مش لأول واحد بس لكل اللي وراه فهذا بف صراحة وانا امبسط لما اشوف حاجة زي كده في الجيم لما يعطوا تانك شيلوا منه شوية دامج ويعطولوا حاجة كويسة في المقابل عشان يستفيدوا من التيم زي الناس لا تنسى الاي دحين الارمن ريدكشن حقها يجي على الكل اللي بنضرب والاربع ثواني تجلس الانستاببال انسلوت اللي الار سيان الالتيمة لا تستطيع ازير اول جاءت كده فترة او مو فترة الفترة اللي فاتت اتكلم ان واحد يسوي الالتي بسايون ممكن تحط الالتي حقاتك حقات ازير انت خويه ازير مش في التيمة اللي ضده في التيمة اللي معه يقوم يلوفه اللي يروح الى جهة تانية ولا يوقفها ما نفاكل صراحة تانية يلوف يلوف يلوقف في كل الحالات هذي بس تعديلة على مسأل حاجة دكتور مندو سوى له نيرف على الالتي عشرة ثواني والكوست خلوه 25 ميور يعني كثير شايفين دكتور مندو او بي في السولو كيو صراحة ما اظن انه مره او بي واضن عشان عشان لو يبغو يرجع في القيم منفرض تدلو شوية بفات مو شوية نرفات عشان نيرفات في كل حالات العشرة ثواني على السيدي حق الالتي ما هيفرق اي حاجة تقريبا لانه هو مش من الناس اللي شغل الالتي اون ان الالتي حقته ما تفرق الا له هو ما شوف التغيير هذا له اي معنى والكوست حقها برضو ما له اي معنى لانه بعد ما شغلها سيرجع لها مرة تانية كل حالات بوبين موفمت سبيد زودوها 345 ولا بوف سولى نيرف سولى نيرف رجع لها بوف موفمت سبيد ما زارت برد ستبقى تير ثري ولا تير فور ما تغير شي عليها زاك ام ابلتي باور ريشيو no longer دير الانديشينا 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 تارجينا ماكس باور ريشيو يعني زودو لعب لتريشيو على الاي وزودو لعب لتريشيو على الار يعني يبقوك تلعبو طبعا هذا يمكن عشان ترول بلد لما تلعبو في ال اي بي بس غير كده ما له اي معنى زي ما يمكن زي ما ساوه في شيفانا قبل باتشين انو والله ادو ناس اللي يلعبوا بيها اي بي دولهم شوية زاك نفس الشي اللي في سولو كيو حيلعب او اللي نورمال اللي يلعبها اي بي يلعبوا بيتر اللي اي والار داماج صار مرة زايد بارد الكوست حق الو نقصوه من سبيه مانا لسبيه مانا هذا بفبص صغير لبارد ما حيرجعوا على الميتا مية في المية بس يبغالو شوية لف صراحة عشان يرجع مش بطالة مور سستين عشرين مانا مرة كتير مرة كتير ويستفيد منها كندرد الباسيف حقته if any اللي kills a hunted jungle monster within six seconds of kindred's damaging it kindred will still acquire the passive stack يعني مو لازم هو الحال وياخذ هذا لو في احد جنبه من خويان وضرب اللي عليه الباسيف في خلال ستة ثواني مما انت ضاربه قتله انت تاخد الاستاك فهذا خلى يعني زي ما قاموا quality of life يعني مو لازم انت تقتله حتى لو خويك جنب قتل وانت ضرب وتاخد الـ changes حقت الـ items حيب double items حقت الـ jungle runic echoes غيروها صارت builds بدل من الـ ethers with wisp و stalker's blade ل stalker's blade و lost chapter وشعلوا منها movement speed وحطوا لها مانا وقول دعا بدا بيقولوا الـ change هذا سووه عشان الـ ap junglers ما هم شايفينهم لهم فترة في 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 الـ jungle و على قول ls برضو يعني يحتاجوا الـ movement speed أكتر مما يحتاجوا المانا والـ cooldown reduction إليس برضو فغريب صراح هذا الـ change هذا هذا الـ change غريب ما له أي معنى ما أحد فيهم عنده مشكلة في المانا عشان تزويدلو 300 مانا و ما أحد عندهم فيدو مشكلة مع الـ cooldown reduction بالذات في بداية الـ game يعني الـ cooldown reduction لما نجيب رونك إيكوز حيساعدك على أنك تسوي camp clear أسرع عشان تجري تسوي الـ abilities حقتك أسرع ما زلت ما أحد يجري تسوي الـ rotation واحد abilities على كل كامب حتى بالـ 10% CDR بس الـ movement speed تعطي لهم الـ ability ان هم يروحوا يجروا ورا الناس ويقتلوهم و أظن يفضلوها يعني الـ movement speed هذه عشان يعوضوها احتمال كبير لازم يأخذوا الـ water walking ويأخذوا الـ celerity ويأخذوا 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 فما أدري anyways حنشوف التأثير حق الـ change هذا والله أعلم الـ warding totem غيروا الـ duration حقتها كان تجري الـ 60 ثانية الـ 120 ثانية في الـ lead game ده يصار تيس من 90 إلى 180 بس في نفس الوقت الـ cooldown حقها صار على هذا الـ change مرحله يعني الـ word صار تجريس أكثر لما حتشوفوا الـ change هذا مرتبط مع الـ change اللي صار مع الـ jungle حتفهم ليس سوا 90 ثانية يعني 30 ثانية زيادة في بداية الـ game و 30 ثانية زيادة في نهاية الـ game والـ charge صار بدل 180-240 يعني تقدر تحطها يعني بعد ما تحطها يبقى بعدها عندك دقيقة ونص زيادة عبل ما ترجع فلازم يتايم الـ properly تكلم عنها بعد شوي support and jungle item exclusivity jungle items and gold items are both tuned to give unique lower cost power to their roles which often operates on lower incomes that blah 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 you must choose wisely you can no longer own hunter's machete hunter's talisman or their upgrades at the same time as ancient coin cultive each relic shield blah 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 so unique passive صار لو اشتريت الـ items حقت الـ jungle ما تقدر اشتري الـ items حقت الـ hunter talisman والـ items حقت الـ support ما يشتغلوا مع بعض بس بكل بساطة الرونز التعديلات اللي سواها في الرونز الـ domination لها فترة طويلة خارجة من الـ game يعني كsecondary الـ cheap shot زود الـ damage حقه في البداية الـ ingenious hunter زوده الـ base active item cool down reduction خمستاش و الـ active item cool down reduction pair stack ستة خمسة ما زال ولاحد بياخد الـ ingenious hunter صراحة على حد علمي و بحاولوا بيفوفوها بأي طريقة على اساس يخلوا ناس يشتروها والله أعلم أنا الـ change هذا ما أشوف الـ cheap shot حلو بس الـ ingenious hunter ما عدري الـ sorcery الـ movement speed الـ phase rush تزوده وهذه مرة حلوة الـ mids مرة حين بسطوا إن كان cassiopeia is sorry echo ممكن الثاني هذا rise الـ jungles ممكن يأخذوا phase ممكن مرة بس إنها مرة كويسة بالنسبة لكي تستفيد من النابل phase rush is very good وأنا مبسط لما أشوف حاجة زي كده resolve زودوا الـ damage حق الـ demolish el-crysalis نقص الـ health من 60 لـ 50 فاكين el-crysalis هو ما تبدأ الـ game el-cry-salis cry-salis cry-salis ما أدري كيف تنتق 60 لـ 50 و تتحول الـ adaptive damage AD و الـ AP مرة كويسة ما زرت كويسة العشرة health نقصوها في البداية neglectable ما هو مرة بطالة bone plating برضو نقصوها لو تلاحظوا changes الفترتين اللي فاتت هذي بيقلوا الـ tanks أقل تانكي شوية على أساس يصبح game management bone plating برضو من 20-50 لـ 15-40 ما هو مرة كثير بس إنه quality of life inspiration time available حق الperfect timing صارت اللي هو stopwatch أول ما بدأت الجيم كانت تشتغل في دقيقة ستة بعدين دفوها لين دقيقة عشرة ولكن هتشتغل في دقيقة أربعة دفوها لين دقيقة عشرة هين تشتغل في دقيقة ثمانية الجنجل هذا الجنجل العظيم هذا الجنجل اللي هيغير الجنجل مرة كثير وحتى هيغير التأثير على اللينات مرة كثير لحدنا jungle masters give less xp but xp scales with level الجنجل ستعطي xp أقل طالع فيها البلو كان يعطي 180 315 الريد 180 115 الكرغ الكبير 100 الكرغز المتوسطة 35 55 small من 7 7 11 الفكرة انه كله نقص في المقابل experience no longer reduce بس في نفس الوقت خلوها scales يعني كل level الكامبي يزيد xp يعني في بداية الجام يعطيك xp أقل بعدين يزيد يتكابس إلى level 7 level 7 طبعا ليس لك أنت level 7 للكامبي level 7 يعني عامة average level وكل حالة الشيء ثاني اللي سووه no longer grants 37% كان الناس يشوه زمان يبدأوا بالقرامب عشان ياخد level ما جاءت فترة كان تاخد المقرامب عشان تاخد المقرامب عشان تاخد المقرامب عشان تاخد المقرامب عشان تاخد تحت فقاموا نقصوا يعني أول مرة تروح تاخد المقرامب ينقصوا ال xp حقها 37.5% الآن large krugs first clear experience reduction من 50% ل 30% ما زال ما تكرت اخد اول واحد أو تكرت اخد اول واحد تلبي level 2 بعده على طول ما اظن لسه بس في نفس الوقت يرطي xp أكثر من البقية يعني krugs عامة يرطي xp أكثر فعشان ما معنا كلام هذا عشان توصل level 3 اول كان لازم تشيل ثلاثة cams لحين تشيل اربع cams هذا ايش معناه؟ معناه اخر الجنجلز في القانك على اللين من level 3 level 3 حقتهم اتأخرت بالقليل ما لا هيقل عن 30 ثانية زيادة هذا معناه ايش؟ معناه كل الجنجلر اذا اللي عندهم clear سريع في بداية الجيم صار لهم buff كل الجنجلز اذا اللي عندهم clear قليل في بداية الجيم صار لهم nerf بشكل عام على طول graves صار احسن نيدلي صارت احسن سجواني صارت احسن امومو طبعا سجواني يمكن امومو في lower ilos صار احسن اي champion عنده wave clear كبير هيقدر يوصل قبل البقية انه يقدر يشيل اربعة قبل البقية الاليس حتصير احسن ليسن نو شاكو عليه كلام صراحة انا بالنسبة لي شاكو شاكو كويس ومو كويس في نفس الوقت عشان السكتل بس هنرجع نتكلم عليه زاك مش بطال wave clear حقه مش بطال في الدبل يو عامة يعني بس في كل الحالات مع التغيير هذا سووا تغيير ثاني الرفت برضو نربطهم مع بعض الرفت ايش ساروا فيه زودوا الهيلث حقها بداية الجيم وزودوا الارمر اللي عليه بس في نفس الوقت يعطيك experience مو عشرة مية وخمسة عش ميتان وثلاثين ويعطيك gold سبعين الى مية واربين هذا ايش معنى معنى لو اخدت اظن اظن لو اخدت السكتل ثالث واحد هيتجيك لو اخدت البلو مية وخمسةاش بدين رحت اخدت ما زال ما زال هيرطيك gold مرة كثير ما زال ال experience اللي هيرطيك اياه مرة عالي فالرفت ايش صار اول شي سووا صار اول ما يبدأ الجيم يطلع اثنين رفت واحد في البوت واحد في الطب بعد كده بعد اول كلير بعد ما يموتوا الاثنين هذا ما عاد يطلع الجيم كله الا رفت واحد السكتل واحد راندم فوق او تحت السكتل هذا السكتل هذا عندما تقتلوا يعطيك اكس بي مرة كثيرة سكارلر الواف كلير حقه مرة كويس برضو ممتاز هذا بف على سكارلر experience granted gold granted initial spawn سار يطلع في دقيقة في الثانية دقيقة في الجيم initial spawn سكتلر will spawn in the top and the bottom سيطلع فوق وتحت في نفس الوقت بعد ما يموتوا الاثنين الجاي سيصير له spawn يا فوق يا تحت راندم راندم وما زال يعطي gold experience مرة كثيرة هذا ايش معناه؟ معناه الناس اللي تقدير تتضارب بعد دقيقة اربعة ولا دقيقة خمسة على سكتل عندها فرصة انه تتضارب على سكتل وتفوز عليه وتفوز على العدم اللي بياخد سكتل في البداية عندهم advantage اللي يقدر ياخد سكتل على الثاني لو انتوا بديتوا كلكم من تحت هو بدأ من blue انت بديت من red وطلعتوا على فوق وتقابلتوا في السكتل مين اللي يفوز حياخد advantage حد سكتل يعني يروح يفوز عليك يقتلك ياخد سكتل اول ينجح ياخد سكتل الثاني انت قلعت برا الجيم السكتل السكتلر مرة اكس بي حقه كثير ومرة القولد حقه كثير فلا تنسوا يا شباب طبعا الشانج هذا ليه بطال لانه في شامبينز كثار ما يقدروا يشيروا سكتل الايرلي اتنرفوا او ما يقدروا تضاربوا مع شامبين يعني انت بتقول الايرلي game junglers اللي يقدروا يسووا تريد ويتضاربوا هما ساروا كلهم اتباف بافوا والجنجلرز اللي ما يقدروا يضاربوا البداية كلهم اتنرفوا وهذا التعديل اظن يعني سيغيروا عليه شوية ريوت لانه يخلوا كل الجنجلرز متساوين في الفرص لانه كده زودوا فرصة نجاح الجنجلرز اللي في البداية ويمكن هما سووها زي كده من منطلق انه يبغوك تاخد شامبين يخاطر ببداية الجامع عشان يبغوصوا الجامع ليس مهم كاتبين الكلام اوكي فلو انت من اللي تكتل كل شوية الاسكتلز كل شوية فلو انت من اللي تكتل كل شوية 3 3 5 ثانية اكسترار اوكي كان دائما الرفتر يجري عليها ويأكلها الحين فيها أحيانا نجري فيها حين ما يجري اوكي ايش ده معنى؟ ايش هذا معنى؟ معنى لازم أربع كامبس عشان تسوي إكسبرينس اظن لو سويت 2 كامبس واخدت السكتل وانا ماني متأكد لو سويت كامبين وبعدين اخدت السكتل نجير لفل ثلاثة خلينا نعدها موخور ماشمين اه ومية وخمستاش لا ما اظن ماني متأكد صراحة عشان في كل حالات لازم تاخد ثلاثة كامبات السكتل او أربع كامبات عشان توصل لفل ثلاثة وتقرر تفرم ولا تنسى السكتل مرة صار ضروري في بداية القائع بالذات لو انت من الناس يتضارب يتضارب عليه تاخده وما قدر تاخده روح اخذ الثاني بسرعة الحق لانه لو اخذوا عليك الآدم الثاني هذا معناه غير الجنجل باثس في ناس كثيرة يمكن لما تبدأ البلو سايد ستروح تاخد بلو بعد ان ياخد القروم بعد ان ياخد وولفس بعد ان يروح ياخد ريد عشان يصير لفل ثلاثة عشان يسوي غانك فتغيرت حاجات مرة كثيرة شباب هذا معناه غانك على اللينات سوان توبلين او بطلين احتمال كبير اتأخر برضو يحيتأخر اوكي ما زالوا الجنجلرز اللي يقنقوا لفل اثنين ما زالوا زي ما هم بس اذا خاطر في غانك وما يجاب كل سيتأخر مرة كثير مقاررة بالدام في كل حالات الايتم الهنتر تلسمن والهنتر مشتي والسكريمشر سيبر والستوكر بلايد اللي هو الابغريدد برجنت حقته كلها زادة الدامج حقها 60 دامج اوبر 5 سيكنز 30 هاوبر 5 سيكنز دامج اوبر 5 سيكنز دامج اوبر 5 سيكنز دامج اوبر 5 سيكنز اوبر 5 سيكنز اوبر 5 سيكنز هذا مضروري 0 دامج اوبر 4 ملا مرة كتير وهذا اللي خلاني برضو ارجع اقول اوكي يعني اردي الايتم هادي بتعطيني مانا مرة كثير وما عندي مشكلة في الايتم ليس ليش يروحوا على الايتم هادي ويحطوا عليها 300 مانا ماني فاهم يعني هادي تشينجين صراحة مرة مهم مترابطين مع بعض ما لهيه معنا في كل الحالات الامج او هيت زاد خمسة وتلاتين زي ما قلنا يا شاب زودوا الدامج هادي وزودوا المانا ريجان هادي على اساس ان الضحين لازم تاخد اربعة امس عشان توصل لفل ثلاثة وما زال فرست لارج مونسر كيلد غرانس بلا 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 عشان لو اخط الايتم هادي اول كام تجيب وعلا طول تاخد لفل اثنين ايه ايه تشينجز هادي كلها تكمله يعني عشان الابغريد زاد الدامج زاد الدامج حق الابغريد حق الهانتر حق الهانتر مش هتة صار مددل تلاتين اربعين هناك 25 و35 و35 وستوكر صار برضو تلاتين اربعين الاباونتيز 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 اول انا رحت اخد ثلاثة كيلز جاء الاينامي قتلني اخد مني كم اخد مني 400 وكل التيم حقي كل واحد اخد خمسين خمسة وثلاثين ولا حاجة زي كده فكان الدامج حق انا يتوزع الدامج يعني القتلى حقت الباونتي توزع على التيم لحين لا حلما انتقتل واحد تاخد الدامج شوفتون القيام اللي لعبته اليوم مثلا رحت قتلت واحد عنده ثلاثة كيلات اخد ميتين جولد زيادة اداني 500 جولد الثلاثمية زائد ميتين اخدتها كلها فالفكرة اذا واحد عنده واحدة كيل ما تاخد شي واحد عنده اتنين كيلز ما تاخد شي لو واحد من ثلاثة كيلز حتاخد منه 500 جولد يعني الغولد حق الكل وميتين جولد زيادة لو عنده اربع كيلز حتاخد 550 لو عنده خمسة كيلز حتاخد ستمية جولد تيكس بلوس كيلز حتاخد 300 جولد يعني 600 زائد 25 جولد بعد كل خمسة لو عنده 8 كيلز و رحت قتلته هتاخد 600 زائد 25 ضرب 4 يعني 700 هذا ايش معنى معنى لو تسوي سنوبول وتروح تفوز وتروح تلعب سوبرمان تموت يا ويلك يا سود ليلك هتيعطي الادم اللي قدامك جولد حق ايتم وهذا ايش معنى هذا تبنش المستيكس ان سنوبولدنج هذا يعطي فرصة للتيم يرجع اسهل لو غلط طبعا مش التيم الشخص اللي قتلك يرجع الجيم اسهل فيبغى لكم تتبعوا Denying Resets Bounty to Zero Bounty Chain لو قتلتك يعني مثلا كان عندك 6 كيلز و قتلتك مرة Denying Resets Bounty to Zero خلاص يتصفر على طول يرجع لك الصفر اول كانت ترجع ثلاثة Bounty Levels يعني لو كنت في اللفل هذا يرجعك لهذا لا يصفر لك يا هام قدتني 700 جولد ارجع لك يا هام الريبليز لحين تجد تسوي download للريبليز Review the Tape ممكن تاخد replay حق شخص تاني في Clash Match ولا في Ranked Match بس النورمال لا الرانكت والClash يجدر يسوي لها download و يرسل لك إياها سمها و ما أدرك بس أنا أشوف Bug Fixes Falsifier Riven Falsifier Twisted Fail Failed Falsifier Shen يأكلوا مرة فلا صراحة هذا عجبني كرام فاضي Masterwork Chests which only contains Cosmetics will not be available فالشيس جديد فهي له Cosmetics ما يعني Cosmetics يعني سكنات عامة سواء سكنز حق champions أو سكنز حق تون وارد سكنز وبكده خلصنا باتش نوات 8.10 الله أعطكم السحر في سبب مشكورين ما قصرته وكل عام وانتم بخير ورمضان مباركة لأنا وعليكم إن شاء الله إذا أعجبك الفيديو سوي شير سبسكرايب جوين لا تنسى أنوا عندي كل يوم ستريم في تويتش حاليا نشوفك إن شاء الله على خير بطيب نشوفكم إن شاء الله على خير وأنتو طيبين يا حلوين وإلى اللقاء